هارجع مرة تانية بالتأكيد واخدكم لبطولة دوري الأبطال واشوف موقف الأهلي فيها لأن احنا متقابلناش من بعد مواجهة المريخ الأخيرة اللي أهلي يحط فيها أو زود في رصيده 3 نقاط ده موقف المجموعات والمنافسين المرشحين لمواجهة الأهلي في الدور الـ 8 إن شاء الله حال تأهلنا وهقول لكم سيناريو تأهل الأهلي ماملدي سانداونس في المجموعة الأولى حسم طبعا صدرت المجموعة لصالحه برصيد 13 نقطة الأهلي في المركز الثاني بينفرد بيه دلوقتي ب7 نقاط وبيجي الهلال في المركز الثالث بأربع نقاط والمريخ في المركز الأخير بأربع نقاط المريخ فقد كل حظوظه في التأهل المنافسة دلوقتي بين الأهلي والهلال على المركز الثاني الأهلي عنده 7 نقاط المريخ أربع نقاط ومواجهة أخيرة هتجمحهم في الأول أسبوع من شهر إبريل غالبا هتكون يوم 2 أو 3 أقول لحضراتكم أن الأهلي يكفي التعادل لكن إن شاء الله المباراة على ملعبنا، وإن شاء الله نحقق فيها فوز عريض يأهلنا لدور التمانية بشكل قوي. السيناريو الوحيد اللي قدر الله في حالة عدم تأهل أهلي هو فوز الهلال السوداني على أهلي في ملعبه هنا، وده السيناريو إن شاء الله ما نتمناش أن هو يحصل، ده السيناريو الوحيد اللي الأهلي يخرج فيه من البطولة لكن إن شاء الله التأهل المضمون. نروح المجموعة بي عشان نشوف طبعاً الأهل في جميع الأحوال لو تأهل هي تأهل في مركز الثاني. فمفترض أنه هيقابل واحد من المتصدرين للثلاث مجموعات المتبقية في بطول الدوري الأبطال. في المجموعة الثانية جروب بي عندنا راجا كازابلانكا الرجاء المغربي في الصدارة برصيد 12 نقطة. ووفاق السطيف في المركز الثاني برصيد 9 نقاط. والصدارة لم تحسن بعد لصالح الرجاء. المواجهة اللي جاية هتجمع بين الرجاء وبين وفاق السطيف في ملعب الرجاء. ولكن طبعاً فرص الرجاء أفضل في ضمان الصدارة. هنا الكلام عن الحسابات برضو مرتبط بفكرة أنه أعتقد أنه الكل يخشى مواجهة الأهل المصري. فالمواجهة اللي جاية هتكون مهمة جداً في تحديد أول وثاني كل مجموعة. لكن في النهاية الرجاء ووفاق السطيف هم الأقرب للتأهل عن جروب بي. نروح لجروب سي. وده جروب طبعاً الترجي التونسي. اللي مازال مع شباب بلوزداد بيتنفسه على صدارة المجموعة. وبرضو في جروب سي المواجهة الأخيرة هتجمع بين الاثنين. شباب بلوزداد والترجي التونسي. طبعاً النجم الساحلي وجالكسي خرجوا بره الحسابات بشكل نهائي. نروح للمجموعة الأخيرة. الوداد بيترو أتلاتكو والزمالك المصري ساجرادا إسبرانزا. طبعاً زمالك وساجرادا إسبرانزا خارج الحسابات. بعد تماماً عن المنافسة برسيد نقطة وثلاث نقاط. لكن المنافسة على الصدارة مازالت بين الوداد وبين بيترو أتلاتكو. والخسارة الوحيدة اللي موني بيها الوداد البيضاء أو الوداد المغربي في المجموعة دي. كانت من بيترو أتلاتكو على ملعب بيترو أتلاتكو. والمباراة اللي جاية هتجمع بين الاثنين برضو بين الأول والتاني. ولكن هتكون في المغرب. 12 نقطة للوداد. 11 نقطة لبيترو أتلاتكو. والمتصدر برضو غالباً هيكون الوداد المغربي. وده معناه أنه الأهلي فرصه أكبر في الدول التمانية. أن يقابل واحد من ثلاثة من شمال أفريقيا. الوداد أو الرجاء المغربيين. ومعاهم طبعاً الترجيق التونسي. فكرتكم سريعاً بس سريعاً لموقف دوري الأبطال.